موسيقى إلى تطورة الأزمة الروسية الأوكرانية حيث قال الرئيس الأوكراني فولادامير زالانسكي إن العالم كان على شفى كارثة إشعاعية عندما انقطعت الكهرباء عن أكبر محطة لطاقة نوية في أوروبا لساعات كثيرة وحث الهيئات الدولية على التحرك بشكل أسرع لإجبار القوات الروسية على إخلاء الموقع جاء ذلك عقب إعلان السلطات الأوكرانية إعادة ربط محطة زابوريجيا النووية بشبكة الكهرباء الأوكرانية حيث قال زالانسكي إن القصف الروسي أشعل حرائق في حفر مخصصة للرماد داخل محطة كهرباء قريبة تعمل بالفحم ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن محطة زابوريجيا لكن مسؤولا روسيا حمل أوكرانيا مسؤولية ذلك دخلت الأزمة الأوكرانية شهر السابع دون أن يتمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى حل لها عبر الطرق الدبلوماسية فكان وما يزال الالتجاء إلى القوة العسكرية هو سيد الموقف خطورة داهمة تتعلق بالعمليات العسكرية بين كل من روسيا وأوكرانيا والدعمين لهم فبالرغم من التزايد المستمر في أعداد الضحايا والمصابين من كل الطرفين إلا أن معضلة جديدة انبثقت في أوكرانيا وفرضت نفسها على الأزمة برمتها وهي أزمة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا والتي بدأ بناؤها في عام 1980 وتتضمن ستة مفاعلات من الحقبة السوفيتية تحتوي على اليورانيوم 235 المحطة التي تعد الأكبر في أوروبا تم توصيل مفاعلها النووي السادس بشبكة الكهرباء الأوكرانية في عام 1995 وسمرت بعداء مهمتها في إمداد مختلف أوكرانيا بالطاقة الكهربائية حتى جاء تاريخ الرابع والعشرين من فبراير عشرين اثنين وعشرين حيث أعلن الرئيس الروسي إطلاق عملية عسكرية خاصة في شرق أوكرانيا قبل أن تسيطر القوات الروسية في مارسة على محطة زابوريجيا سيطرة روسيا على المحطة مثل صدمة كبيرة للأوكرانيين حتى وصل الأمر لحد تبادل كييف وموسكو اتهام الآخر بقصف المحطة ومحيطها واستخدامها كدرع لقصف الأهداف العسكرية لتتزايد المخاوف في الأسابيع الأخيرة بشأن سلامة المحطة ومخاطر وقوع حادث نووي محتمل على غرار كارثة تشير نوبل ما زلت أشعر بقلق بالغ إذا أتطور الوضع فيه وحول أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في زابوريجيا حيث يجب العمل على تجنب أي أعمال قد تعرض السلامة المادية أو السلامة أو أمن المحطة النووية للخطر كما يجب عدم استخدام المنشأة كجزء من أي عملية عسكرية في محاولة منها لإعادة انتزاع السيطرة على المحطة طالبت أوكرانيا روسيا بالانسحاب الكامل من المحطة وطلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإشراف الكامل عليها ومراقبة أنشطتها وهو ما رفضته روسيا قبل أن تعلن اعتزامها مساعدة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة زابوريجيا النووية وتفقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة للذهاب إلى زابوريجيا منذ يونيو الماضي وأقدد التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية حتى لا تؤدي بنا جميعا إلى عواقب وخيمة ونعرب عن استعدادنا للمساعدة في تجنب مثل هذا التصعيد للأزمة ويأتي ذلك فيما قالت الشركة المشغلة للمحطة إن الحرائق اندلعت بمنطقة قريبة من المحطة وأرحقت أضرارا بخطوط كهرباء التي تربطها بالشبكة هي إذن أزمة زابوريجيا التي طفت على السطح مؤخرا وباتت أحد أهم عنوين الأزمة الراهنة ليعلوا معها كل يوم الفعل ورده حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زلناسكي من أن الشتاء القادم سيكون الأصعب في تاريخ أوكرانيا بسبب أسعار الغاز العالية جدا وأشار زلناسكي إلى أن سعر الغاز في أوروبا ارتفع إلى أكثر من 3300 دولار لكل ألف متر مكعب مضيفا أن سلطات كيف تحاول في ظل هذه الظروف بدل قصار جهدها لتحضير البلاد لمواجهة الشتاء القادم ووصف زلناسكي الوضع مع الغاز في بلاده بالخطير والحاد جدا كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي عن احتمالية تواجد دائم لبعثة الوكالة في محطة زابوريجيا النووية الواقعة في جنوب إوكرانيا وقال جروسي إنه سيتم تحديد معايير مهمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا الكهروذرية وربما يتم توفير تواجد دائم للوكالة بالمحطة وأوضح أنه لا بد من القيام بذلك بالتنصيق بين روسيا وأوكرانيا معربا في الوقت ذاته عن أمل الوكالة في دعم الأمم المتحدة ودعم مركباتها المدرعة لإيصال فريقها إلى المحطة النووية أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محطة زابوريجيا للطاقة النووية مرتين خلال 24 ساعة الماضية مشيرة إلى أن القوات الروسية ردت على القصف بتدمير مدفع من طراز هاوزر M777 أمريكي الصنع وأفاد بيان للدفاع الروسية بأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية تعرضت لإصابة بأربع زخائر لقسم الأكسجين والنيتروجين في المحطة بجانب إصابة المبنى الخاص رقم واحد للمحطة كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المدفعية وأنظمة راجمات الصواريخ دمرت مركبتين قتاليتين ومستودع للذخيرة في قصف ليلي على مواقع للجيش الأوكراني وفي بيان ذكرت الوزارة أن بطاريات راجمات الصواريخ من طراز جراد في المنطقة العسكرية الغربية وجهت ضربة مكثفة للعدو وتم إطلاق النار في الليلة من على بعد حوالي 20 كيلو متر وضربت فرق صواريخ جراد المواقع المحصنة للمسلحين الأوكرانيين انتقدت السفارة الروسية في واشنطن لاتهامات الأمريكية بارتكاب موسكو جرائم حرب في أوكرانيا وقالت إن اتهامات واشنطن ليست أكثر من تزييف آخر يهدف إلى تشويه سمعة العملية العسكرية الروسية الخاصة وفي بيان ذكرت وكالة تاسا الروسية للأنباء أن وزارة الخارجية الأمريكية تواصل نشر التكهنات حول معسكرات التصفية التي تزعم أن موسكو أنشأتها في منطقة دونتوستيك قال الرئيس البيلاروسي الإكساندر لوكاشينكو أن الطائرات الحربية البيلاروسية السوء 24 أعيد تركيبها لتحمل أسلحة نووية وأضاف لوكاشينكو للصحفيين أنه وافق على هذه الخطوة مع الرئيس الروسي بلادمر بوتين في السابق يشار إلى أن بيلاروسيا لا تمتلك أسلحة نووية خاصة بها ولكنها حليف لروسيا وسمحت باستخدام روسيا لأراضيها للهجوم على أوكرانيا أفادت وكالة حرس الحدود البولندية بأن بولندا استقبلت خمسة ملايين وثمانمائة ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك في فبراير الماضي وذكرت الوكالة أن بولندا استقبلت ما يقرب من خمسة وعشرين ألف لاجئ من أوكرانيا بينما غادر نحو ثمانية وعشرين ألف واربعمائة شخص للعودة لبلادهم مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثة وستين ألف شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي على الرغم من تراجع أسعار القمح والذرة في البورصات العالمية إلا أنه لا تزال هناك أسعار للسلع تسجل ارتفاعا في الأسواق العالمية يأتي ذلك فيما دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها السابع بعد ستة أشهر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت أسعار القمح والذرة تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة في سوق تستعيد نقطة توازن وتم تجنيب السيناريو الأسوأ مع مخاوف من الأمم المتحدة من المجاعة لكن الأسعار ما زالت مرتفعة وتضخم يشكل تهديدا فأسعار القمح ارتفعت إلى نحو 440 يورو للطن في السوق الأوروبية منتصف مايو وهو ضعف ما كانت عليه الصيف الماضي فيما كانت التجارة شبهة متوقفة في البحر الأسود ولكن في أغسطس انخفضت الأسعار إلى 330 يورو للطن في غضون ذلك أعلن مسؤول كبير في وزارة الزراعة الأمريكية أن أوكرانيا ستصدر أربعة ملايين طن من المنتجات الزراعية في أغسطس ومن جهة أخرى ما زالت الأسعار مرتفعة جدا إذ إن الأسباب وراء ارتفاعها في مرحلة ما بعد كورونا لا تزال قائمة والتي تشمل ارتفاع تكاليف الضاقة والأسمدة التي ارتفع سعرها سلاس مرات في عام واحد ويضاف إلى ذلك التضخم الذي يسقل كاهل الاقتصادات الأكثر ضعفا والتي تستورد أكثر من 50% من حبوبها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر